أكدى الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمية جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين والوفد المرافق له وفي ضوء التحديات الرهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تطورات حركة الملاحة بقناة السويس استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج ولواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة بالإضافة إلى استفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الوزير الأمريكي نقل للسيد الرئيس تحيات رئيس بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا أهمية الشراكة لاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الأقليمي وقد تناول اللقاء في هذا الصدد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث تم تبادل وجهة النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدة الإنسانية وقد حرس السيد الرئيس في هذا الإطار على التجديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم معصلة سياسات تصعيد ضد الفلسطينيين وفي هذا السياق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين كما تترق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي حيث أكد السيد رئيس رفض مصر لمحاولات تصعيد السراع وتوسعة نطاقه إقليميا مشيرا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني الذي تعرضت له مشددا على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره والسيادته وقد تم التوافق على تكسيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد على النحو الذي يضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين اللقاء تطرق كذلك إلى جهود تطوير العلاقات الثنائية حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحواري الاستراتيجي والترحيب بناء قده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية الجارية لمصر وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للدولتين كما عقدت سيد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعا مع الفريق أسامة ربيا رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر وقد اطلع سيد الرئيس على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء التحديات الرهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهمياتها للسدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية حيث عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحية في أوقات الأزمات عبر تنفيذ أليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الرهنة في البحر الأحمر كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة عبر استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية بما يتلأم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة على حد سواء وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المرة وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري وخدمات الأصلاح وصيانة السفن بترسانة الهيئة فضلاً عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لأصلاح وصيانة السفن بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية كما تبع سيد رئيس خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرامية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية وقد وجه سيد رئيس باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة مع معصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية في ضوء أدائها المتميز والمشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة حتى خلال ظروف الطريقة وغير الاعتيادية